بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين أبي القاسم ومحمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ظهر من الظواهر الاجتماعية والأسرية بدأت تسري في كثير من البيوتات وفي كثير من المجتمعات وكثير من الآباء يشكون وجود هكذا ظاهرة وهكذا حالة في بيوتهم وفي أسرهم ولا ينحصر الأمر فقط في شكوى الآباء كذلك كثير من الذين اشتغلوا بالتربية والتعليم أيضا بدأوا يلاحظون ويشكون من قلة الحياء عند الطلبة وتناقص الحياء في تلك الحوارات التي تجري فيما بين الطلبة وبدأ الآباء يلاحظون هذه الحالة أيضا تسري في البيت حينما يلتفت الأب إلى الحوار الذي يدور فيما بين الأبناء يجد أن هذا الحوار في الواقع يرتكز على تناقص الحياء في الحديث قلة الحياء في المظهر بدأ كثير من الأبناء يتمظهرون بمظهر لا يتناسب مع الثوابت الإسلامية كذلك حينما يخرج الشاب من الدار يذهب إلى المدرسة وإذا يلحظ على هذا الزي إنه في الواقع لا ينسجم مع التربية الإسلامية ولا ينسجم مع الأسرة المسلمة وشيئا فشيئا هذه المظاهر بدأت تسري في الشارع تسري في البيوتات وتسري في السلك التعليمي هذه المشكلة التناقص في الحياء أين يكمن حلها؟ حينما نأتي إلى الإمام أمير الممني صلى الله عليه وسلم للبحث عن حل هذه المشكلة فيقول سلام الله عليه يقول أعفكم أحياكم فيرجع مسألة الحياء ليس إلى تلك المؤثرات التي كثير من أهل التربية وكثير من الآباء أوعز السبب في تناقص الحياء عند الأبناء وفي كثير من البيوتات أوعز هذه المشكلة إلى تأثيرات متعددة من المؤثرات هو كثرة مشاهدة التلفاز البعض أوعز هذه المؤثرات في قلة الحياء إلى ما يبثه أو تبثه مواقع التواصل الاجتماعي من متغيرات على الأسرة المسلمة والحل لا يكمن في الواقع في منع هذه المؤثرات يعني لا يمكن اليوم أن تجلس في الدار وتمنع على الأسرة أن تشاهد التلفاز أصبح الانترنيت وأصبح النت يصل إلى كل جهاز موبايل وبالتالي أيضا لا يمكن منع هذه المؤثرات حل المشكلة كما بينا الإمام أمير الأمني صلى الله عليه وسلم عليه أرجعها إلى العفة والعفة معناها أن يتحكم العقل بالرغبات الشهوية بمعنى يبدأ الإنسان من الأساس يضع تلك الأسس في التربية حينما يضبط الوالدان عملية طعام الأبناء كثير من الأبناء يأتي إلى الطعام لكن يأتي بشراهة والشراهة في الطعام هي من شأها الشهوة شهوة الطعام يلبس لا يقتنع بملبس واحد كثير من أبناء يتحججون على الملبس يغيرون كثير من ملابسهم السبب في ذلك هي شهوة الملبس إذن ينبغي الرجوع على الأصل كما بينا أمير المؤمنين حينما يعتمد الإنسان منهج العفة لا شك سيوفق إلى الحياء وحالة ملازمة بين العفة والحياء كلما ازداد الإنسان عفة كلما ازداد حياء كما قال أمير المؤمنين صلاة الله وسلام عليه أعفكم أحياكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهدي النبوي ويجعلنا ممن يتمسك بهدي رسوله وهدي أمير المؤمنين علي بن طالب وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة